مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين طبعا اليوم عمد لكم حاجة جدا روعة اللي هي كيكة هاد الكيكة تذكركم بكيكة نايتي او يسموني بعضهم كيكة نحول هاد الكيك جدا روعة لللنش بوكس اولادك رايحين للمدرسة زوجك رايح الدوام تعمليلو يعني في البيت كمان عصرية لازم تقربوها هش ولديد وطري كده بنفس الوقت ماسك نفسه ما يتفتتش الكيك يعني روعة روعة خلونا نبدأ بالمقادر وطريقة التحضير قبل مبدأ الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت سحلوا منكم والان خلونا نبدأ بالمقادر اول حاجة بكلمكم على صينية الفرن اني عندي صينية الفرن مقص 30 ف40 يعني العرض 30 وطول 40 انتم على حسب صينيتكم ولازم تكونوا الصينية كأنكم بتعملوا سويسر رول كيكة سويسر رول وهذه المقادر عندي دقيق وسكر وعندي كمان حليب دافي وثلاث حبات بيض وعندي كمان فانيليا وخل ورشة من الملح وبودرة كاكاو اول حاجة بخفوق البيض مع السكر البيض لازم يكون كل المكونات بحرارة الغرفة حتى لو كان الدقيق عندك تحت فضي بالتلاقة لازم يكون بحرارة الغرفة من فشل الكيك ان تكون الاغراض يعني او مكونات الكيك بارد لازم تكون قد تكون بحرارة الغرفة هنا اضافت البيض والسكر ورشة من الهيل او ممكن تستخدموه هذا الهيل الجاهز نكهة الهيل وخفقوه لما يفتح لونه لازم تخلطوه لما يفتح لونه الان باجيب الحليب بضفله الخل والفانيليا ورشة الملح كمان والان بضيفه على البيض والسكر بعد ما خفقتوه وارجع اخفقوه لما اللون يفتح لازم اللون يكون فاتح حق الخليط بعد كده بعد ما خفقتوه لان بضيف الزيت بشكل خيط اول ما انتهي من سكب الزيت خلاص اوقف الخلط انتبهو تضوفو الزيت وخلطوه كتير الكيك يفشل معاكم استوي قوي قاصي او ناشف لازم خلاص اول ما تخلصو الزيت سكبوه خلاص تقفلو الخلط يعنو الزيت اذا خفقتوه كتير ابعد الهوى اللي دخلتوه يعني بخليط الكيك الان بضيف كمان الدقيق منخول عندي كوبين دقيق وملعقة كبيرة خميرة بضيفه على دفعات مع النخل يعني على ثلاث دفعات وبنفس التقاح عقارب ساعة تخفقوه وما تقلصوش تخفقوه كتير اول ما اختفيه دقيق ضوفو الكمية الثانية وكده لانه اذا قلصوه تخفقوه كتير او تخلطوه كتير خلاص يعني خليط الكيك لما بعدين ينضق بطلع معاكم ايش بطلع معاكم ناشف بسبب الخلط الكتير اول ما اختفيه اضيفه الثاني شوفوه نفس كده اضيف الكمية لما اخلصي ممكن تحتاجوا كوبين دقيق ممكن انتم تحتاجوا كوبين ونص ممكن كوب ونص على حسب نوع الدقيق اللي تستخدموه خلاص هنا خلطت الدقيق والخليط جاهز الان باخد بمقدار ملعقتين عشان اضيف له الشوكولاتة طبعا انا بقولكم ممكن تحتاجوا قليل حليب او ماء اضيف ماء عشان يتخفف الان بخفوق اضيفت ملعقة كبيرة من الشوكولاتة مستخدمتش كامل للملعقة كمية الشوكولاتة البودرة نفس على حسب اللون اللي تشتوه اذا تشتوه لون البودرة يعني لون الخليط غامق شوكولاتة غامقة اضيفوك ملعقة كامل اذا تشتوه فاتحة اقل اضيفوه بالتدريق الشوكولاتة البودرة لما تحصلوا على اللون اللي انتم تحبوه اذا حستوه تقيل قدتكم يضيفو حليب يا ماء عادي مينفرقش يعني خاص هنا جاهز بحط الخليط على الصينية وببدأ افروده تمام حاولونكم تفردوه تمام عشان يكون كله متساوي نحن نشتري كله يكون متساوي مرات شوفوا اذا ما فردتوه بالصينية خليط الكيك يطلع مكان ينتفخ ومكان ما ينتفخش لانه الفرد كان لما سكبتو الخليط ما سكبتوش وما ساويتو نوش ساووا باي سبتوله او ممكن عود اسنان او ممكن عود شوي او سكين كده نفس كده شوفوا نفس ما اساوي الكيك بعد ما فرد تمام الخليط الابيض على الصينية الان بضيف الخليط الشوكولاتة بشكل ايش شوفوا اي قمع او معاكم كيس اعملوا داخله عشان تسهل عليكم انكم تمشوه تشكلوه ممكن ما تخلوه ساده يعني تعملوه ساده بس الصراحة لما تعملو له خطوط كده من الكوكاو او الشوكولاتة اطلع احلى الشكل ما تخلوه ساده يعني يخدوه حق ملعقتين طبعا هنا بديت بكاسو بديت ارسم و بديت احط الخطوط طبعا يعني انتم عارفين اني مش شاطرة بالتشكيل والكيكات وكده لكن يعني انفع انفع يعني امشي حالك بدت اعمل خطوط بالشكل هذا والان شوفوا اني الخليط عندي زاد لانه زاد عندي خليط شوكولاتة حلام ارمي في بول بيض وفي بوداء ما مرمي واش قلست اشكل لكم ما عادش خطوط رقع لكم الخليط يعني رسمها رقعت كروهات كاني يعني يقول لكم كاني درزي وبيعمل ايش وبيعمل خيط قدني ما عانيش اعمل كيك قدني لا قدني درزي اخيط الان عملت الكروهات بعد ذكرت انه كيف بعمل بعود الاسنان المهم ان شاء الله خطي ما تشوش هذا الفيديو عشان مسكيني اختي بتنهار انتم عارفين انه اختي حلواني تعمل كيكات ويعني تبيع تعمل كيكات اعراس تعمل يعني ما شاء الله عليها بالحلويات خيلوا انه تشوف اختي اني مش هاطرة بالحلويات ابداع بهذا الجمال يعني صراحة مسكيني اختي في بيض صبر كبير مهما علمتني لكني افضل يعني ما عارفش بصراحة بقول لكم ما فيش عندي الابداعات في الحلويات لا يعني كيكي محدود اشياء الحلويات محدودة وهنا بدت بعود الاسنان اعمل كده خطوط رايحة جاية فيهم رايحة جاية فيهم يعني احاول اني ادبر نفسي ان الشكل يطلع حلو لانه تعرفوا تصوير وانتم بعدين كيف بتشوفوا هذا يعني الكيك لازم اعمله حلو لكن يلا يعني كيف اعمله على البركة والله انه طلع حلو كيف رأيكم الرسمة بيكاسو مش حلوه الا اكيد حلوه هنا اي زوايد امسحوا لانه يكونش مطلعش محروق بالفرن طبعا يكون عندي فرن مسبقة تسخين على حرارة 180 دخلتها لمدة 20 دقيقة بعدين فتحتها الشوايا تتحمر من فوق فقط بعدين اول ما تطلع من الفرن غطوها وكده حق 10 دقائق 5 دقائق الان تعالوا من شكله اول حاجة اقسموها من النصفين متساوية يعني نصفين متساوية طبعا اني استخدمت ورق زبدة انتم تقدروا تدهنوا زيت ودقيق تعملوا زي ما تعملوا بقوالب الكيك تستخدموا الان بقلب الكيكة طبعا الكيكة انتبهوا تتكسر معاكم اما انكم تقطعوها بعدين انتم بنفسكم تقلبوها نفس كده انتبهوا تخلوها كده بالقالب بعدين الرسمة بتروح بتلتسق بنفس ورقة زبدة اللي طبخت فيه حطيت الكيك عليه والان تقدروا تحشوه باي حشواني حشيته كراميل انتم تقدروا تحشوه مربع يعني قام تقدروا تحشوه كريمة دي بستمر اللي معاكم اللي معاكم حشوات احشوها بس لازم ليه حشوه لازم تعملوا يعني حشوه او صوص لازم تعملوا عشان تطبق معاكم وتلتسق نفس كده الان شوفوا ببدأ بحطت الطبقة الاولى على الثاني نفس كده الان ببدأ اقطع الاطراف كيف بحاولوا انكم تبعدوها رفيع يعني حاجة بسيطة هي ما تحتاجش انكم والله انكم تقطعوا الاطراف بس اني عشان اساويها تمام تمام ويطلع لي يعني من كل القوانب يعني شكله نفس الكيك الجاهز اللي نشتريه بقراطس زي نحول وكده والان بدت اقطع اطناعشر قطعة شوفوا كل قطعة ثلاث اصابع يعني ثلاث بنانات زي ما نقول شوفوا كل قطعة ثلاث بنانات نفس كده موضح لكم بالفيديو ممكن تشتونه ارفع حطوله بنانتين يعني صباعين او ثلاث اصابع نحن نقول بعدا بنانة وبنانتين وثلاث بنانات نقول زي كده يعني صباعين ثلاث اصابع ما شاء الله القطعة قتلين اطناعشر قطعة الان شوفوا وهو دافي طبعا الكيك مش بارد يكون تماما في بو كده حاجة بسيطة دافي اللي اغلفه بالنيلون عشان ايش تمامي تماسك كده ويطلع الوصل تمامي يعني كأنه كيك جاهز عرفتوا كيف يعني كأنه نعم نحن اشترينا وقبناهو من برع زي كده يعني شعور هذا الشعور بتشعروا لما تغلفوا بالتغليف هذا شوفوا اغلف كل واحدة نفس كده نفس موضح لكم بالفيديو خلص هنا ما شاء الله خلص كامل 12 قطعة وهنا رصيتهم كده بالسلال طبعا عشان اعملوا جلسات فوتسيشن تعرفوا لازم يعني نعمل صورة مصغرة حلوة عشان تقدبكم وتخليكم تدخلوا الفيديو لازم عشان كده عملتوا بهذه السلال بس كده عملت قلص شاهي ملبان او كوباية شاه كده باللبان او بالحليب وكده غمصته كده فيبو طبعا ليش اغمصه اني الكيك لانه هذا الكيك ميتفتتش ايجي ماسك نفسه من زي الكيك العادي بالعافية ليو لكم اذا عقبكم الفيديو لستنسوا الاشتراك في القناة تفعل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم